لا يطول غياب المبعوث الأمبي إلا ويعود من جديد وكالعادة يحمل ولد الشيخ حزمة من الآمال والوعود سرعان ما تتبخر أو تتحول إلى أمانية في رصيده الدبلوماسي منذ تعيينه مبعوثا خاصا إلى اليمن يسابق ولد الشيخ الزمن في زيارات مكوكية بدأت بالرياض ومن ثم الدوحة ولاحقا صنعاء لبحث عقد هدنة مفترضة يكشف ولد الشيخ أحمد عن مشاورات لإطلاق مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار بدءا من شهر رمضان وقال في جلسات منتدى الدوحة السابع عشر إن هناك مشاورات تشهدها بعض العواصم الخليجية وأطراف الأزمة اليمنية لإطلاق هذه المبادرة مضيفا أن هناك تحضيرات تجري لإطلاق محادثات جديدة بهدف التوصل إلى حل للأزمة نبرة التفاؤل التي تتكرر على لسان المبعوث الدولي في محاولة لإيجاد التسوية لا تخلو من الارتياب والقلق الدائم حيث اتهم المبعوث الأممي أطرافا إقليمية لم يسمها بالقيام باستغلال اليمن ومحاولة بسط نفوذها الإقليمي في المنطقة وعلى الأرجح تبدو هذه الاتهامة لصيقة بطهران التي تتكي عليها ميليشي الحوثي والمخلوع مسار طويل إذن للمبعوث الأممي بالرغم ما يظهره حلفاء الحرب من تشبث بخيار السلاح فقيادة الميليشي التي قللت ولا تزال من جهود الدبلوماسية الدولية لم تبدي حتى اللحظة أي مرونة لتقبل الحل والشروع في بناء الثقة كما يفترض تصم الميليشي آذانها عن الصراخ والدعوات لتجنيب اليمن المزيد من الخراب والدمار وتذهب يوميا في تصعيد حربها والتسبب بمضاعفة مئاسي اليمنيين أما الحكومة فتؤكد حرصها على السلام كل مرة وتبدي استعدادها لوقف الحرب والسئناف المشاورات شرط ضمان قبول الميليشيا بتنفيذ القرار الدولي 22-16 والعودة إلى ما قبل الإنقلاب بالتزامن مع اشتداد المعارك على الأرض وانتشار الأوبئة الفتاكة في بلد غارق في الدم والسلاح يواصل ولد الشيخ رحلة البحث عن فك العقدة اليمنية الشفرة التي لم تجد الدبلوماسية الدولية لها حلا منذ دخولها على خط الأزمة